رسالة الرئيس السنة جيجين في يوم الاثنين بارقية تعزية الى نظره الروسي بلاديمير بوتين بشان تحطم طائرة الركاب الروسية حيث قال الشيف البرقية انه صدم بنبأ تحطم الطائرة والفقد المحزن لجميع الركاب والطاقم معربة نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني وباسمه شخصيا عن حزمه العميق على جميع الضحايا وتعاطفه العميق وتعزيه الصادقة لأسر الضحايا كما بعث ليكا تشان رئيس مجلس دورة الصيني في نفس اليوم ببرقية تعزية لرئيس الازراء الروسي ديميتر ميديفيدف بشان ذلك